لم يكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية دور سياسي في قصة الملف النووي الإيراني لكن تقارير لجان التفتيش التابعة للمنظمة الدولية وظفت لأغراض سياسية لتصبح فيما بعد أساسا للعقوبات الدولية على طهران ومن ثم استندت مجموعة دول الخمسة زائدا واحدا في مفاوضاتها مع إيران إلى تقارير الوكالة نفسها للتثبت من أن الجمهورية الإسلامية لا تطور برنامجا نوويا للاستخدامات العسكرية واليوم حين يتعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعادة فتح الملف النووي الإيراني يصبح مهما للغاية الدور الذي ستؤديه الوكالة هذه المرة وي موقف ستتخذ الدول الأخرى الضامنة للاتفاق النووي مع إيران لا أتصور كيف يمكن التراجع عن الاتفاق مع إيران بالطبع أنا أؤيد كل ما تقوم به الوكالة الدولية في هذا الشام وأدعم الموقف المعروف في هذه المسألة للمدير العام للوكالة بتأكيد الإيرانيين أنفسهم فأن روسيا لعبت دورا محوريا في إخراج الصيغة النهائية للاتفاق الذي يسمى أيضا خطة العمل الشاملة المشتركة وعلى هذا الأساس يتوقع أن تدافع عنه موسكو بقوة وحزم آمل أن لا تغير الولايات المتحدة موقفها المبدأي من الاتفاق النووي الإيراني في عهد ترامب ذلك لأن روسيا ستدافع عنها بحزم كذلك الاتحاد الأوروبي لكن ذلك لن يضع حدا للتناقضات بين واشنطن وطهران تمديد العقوبات الأميركية على إيران حدث في آخر أيام ولاية باراك أوباما لذا من السابق لأواني الحكم على موقف الإدارة المقبلة إلى البيت الأبيض إلا أن الاتصالات الأخيرة بين موسكو وطهران تظهر أن البلدين يستعدان لأي تطور جديد على صعيد الملف النووي الإيراني بعد انتخاب رئيس أميركي جديد ستختبر متانة الاتفاق النووي الإيراني ما يضع على المحك هيبة المنظمة الدولية للطاقة الذرية سلام العبيدي من أمام المركز الدولي في فيينا الميادين